السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أسأل الله أن يغفر لنا ولكم قوله أمين تفائل ودائما كن عندك ثقة بالله وتوكل عليه في كل أمورك وفوض أمرك إليه ارضى بحكمه اصبر على قضائه اطلب حاجتك منه فعنده كل ما تطلب لأنه ملك الملوك الواحد القهار ارحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين ينجيك ويتولاك ويرعاك وينصرك ويحفظك الله دائما ابزل البسمة ودائما كن اطلق طلاقة الوجه والكلمة الطيبة وادعو للناس بظهر الغيب ولا تنتظر منهم جزاء ولا شكورا كن سخيا بحسن الخلق واجبر الخواطر وكن لطيف في المشاعر فهي ليست على ميزان البيع والشراء خزوهات لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وفي الأخير انتظر الثواب من الله تحياتي لكم جميعا كل أخ وكل أخت بيتابعني في قناتي بإذن الله تعالى موضوع حلقتنا اليوم عن علاج القولون العصبي علاج القولون العصبي علاج القولون جميع أعراض القولون العصبي وعلاجه إن شاء الله أولا الإسهال أو الإمساك بالتناوب كسرة الغازات والانتفاخ وخصوصا المعدة ألم حاد في رأس المعدة والبطن الصداع والدوخة ووجع الراس الغثيان والاستفراغ شحوب في الوجه بسبب نقص فيتامين بي 12 خفقان في القلب ووخز القلب وضيق في التنفس وآلام في الصدر ده بالنسبة للقولون العصبي اللي هي الأعراض طيب إيه تاني أحيانا يحصل ألم أسفل الظهر والأكتاف وسخونة في الرقبة رقم اتنين الرعاش برودة في الأطراف وخاصة عند المدخنين تلون لون اليد للون الأحمر وحيانا فجدان الشهية أو زيادة في الشهية وحيانا شحوب في البشرة باللون الأبيض وخاصة في الوجه والقدمين وانخفاض ضغط الدم وطنين في الأزن وحيانا إحساس بهبوط في القلب عند النوم نبط في البطن وضبابية في العين وضعف في النظر وسخونة في القدمين عند النوم الظن بأن في مشكلة في القلب لكن الخوف والقلق والتوتر والاكتاب العصبية المفرطة دي كلها أعراض الوسواس والأفكار السلبية الخوف والإنزعاج وعدم الرغبة في الطعام بسبب التحسس من بعد الأطعمة دي أعراض أخرى وأعراض في أحيانا تناول السكريات والحلويات كسرت التبول وجفاف الفم إزراق تحت العينين كسرت التثاوب والنبط في الجسم ألم المفاصل دوخ أحيانا عند المشأ وعند النهوض من الفراش التقلصات إما في القولون أو سرعة في عملية تحريك القولون أو بواسير شراجية أو انخفاض الوزن رغم قسر التناول والطعام التعب دائما والخمول رغم النوم لفترة طويلة عدم القدرة على النوم حموضة أو حرقة في المعدة الإحساس بكل هذه الأعراض طبعا علاج ما هو علاج أعصاب المعدة والقولون أولا العلاج هو المكونات عبارة عن بابونجة 30 جرام كاراوية 25 جرام ينسون 20 جرام قش الرمان 15 جرام زعتر 20 جرام نعناع أخضر 20 جرام الاستعمال طريقة الاستعمال يخلط الجميع ونطحنهم ونأخذ ثلاث أكواب في اليوم تسخن المياه وتحط في الكاس من الخليط ملعقة صغيرة من المكونات الذي ذكرت وتصب على الماء الساخن وتغطيها وتطرقها لمدة 20 دقيقة ثم يتم تصفيتها وتشرب قبل الفطور وقبل الغذاء 10 دقائق وقبل العشاء 10 دقائق وطبعا ما ننساش نضيف عليها ملعقة من العسل النحل الطبيعي دي كل يوم وده موضوع حلقتنا اليوم ما هي ازاي نتجنب نتجنب المسبكات الغازات البيبسي التوابل الحارة نتجنب أي مسبكات والدهون ده حتى يكون أكلنا يكون يريد يكون غذاء صحي الأكل يكون سليك أكل ونظام صحي سليم حتى لا تشعر مرة أخرى بالتعب ده كان موضوع حلقتنا اليوم عن علاج القولون العصب والأعراض وأسأل الله أن ينفع بنا ولا تنسونا من تعاكم في ظهر الغير وتحياتي لكل أخ ولكل أخت بيتبعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته